مساء الخير بعد هذا المساء يتوجه إلى فلسطين بعد توصيات صدرت عن حركة فتح عن اللجنة المركزية لحركة فتح تطالب بإسقاط حكومة الوحدة الوطنية أعذار الحركة فتح بأن هذه الحكومة أصبحت غير معنية أو غير فاعلة بسبب تعثر جهود المصالحة بين حماس وحركة فتح قبل ذلك كان هناك قرار آخر بحل المجلس التشرعي المعلومات تتحدث عن أن شخصية فتحوية من اللجنة المركزية هي التي ستتولى أمور هذه الحكومة طبعا التعليقات تقول أن حركة فتح تريد أن تعود إلى الأيمنة على القرار الحكومي تتحدث عن حكومة فصائل لكن بعض الفصائل أعلنوا أنهم غير معنيين بهذه الحكومة ويعتبرونها حكومة انقسام السؤال الكبير ماذا عن موقف مصر التي طرع هذه المصالحة ماذا عن موقف الأردن المعني أيضا بما هو شأن داخلي فلسطيني وهل هذا القرار الفلسطيني الداخلي أخذ علما بسياق دولي في موسكو وواشنطن مثلا فلسطين لماذا أسقطت حكومة الوحدة هذا المساء نقاشنا في أبعاد مع البروفيسور كامل الحواش وهو عضو مؤسس لمجلس السياسات الفلسطيني البريطاني والأستاذ ماهر عثمان الصحفي والكاتب السياسي بعد الفاصل موسيقى بروفيسور كامل الحواش أنت متابع بشكل جيد للداخل والخارج الفلسطين لكن هل هذا القرار هذه التوصيات هذا المزاج الفتحوي الجديد كنت تتوقع هل هناك أعراض كانت تنبئ بذلك في الواقع أصبح الوضع في فلسطين يعني لا يستغرب من يتابع أي تغير يحصل بالذات بعد إذا نظرت إذا حدث العام الماضي عندما تم تعديل تكوين المجلس الوطني ثم إعطاء صلاحيات للمجلس المركزي والسنة أتينا إلى موضوع حل المجلس التشريعي يعني لم يعد هناك شيء غريب لكن في سياق في خارط الطريق ربما هو أن الرئيس الفلسطيني يريد أن يستجمع كل الأوراق بيده فبالوقت الحاضر الحكومة على أساس أنها التكنقراط والأطياف تتعاون معها مع فشل ما حصل في غزة من ناحية المصالحة ولكن قد يريد الاستفراد كحركة فتح بالقرار الفلسطيني مستقبلا وإلا لما قال أن من يستطيع أن يكون في هذه الحكومة هم فقط من منظمة التحرير وهذا يعني استثناء حماس والجهاد الإسلامي هناك بعض التسريبات التي تقول يا تسريبات لا أعرف أن الفكرة ليست للرئيس محمود عباس وقد لا يكون متحمسا لفكرة من هذا النوع الفكرة هي مجرد ضغوط من داخل حركة فتح وأنه سيترق هذه الضغوط ليرى إلى أين ستصل هل لديك هذه الأجواء أيضا؟ لم أسمع ذلك شخصيا في الواقع أن الرئيس الفلسطيني كلمته على فتح فأنا أستبعد شخصيا أن يكون الأمر أتى من فتح للرئيس يعني الواقع ما أعتقده هو أنه أراد هذا التغيير للم الأوراق كما قلت فالفتح جاهز للتعاون معه بهذا الموضوع لأنه أيضا يمثل ما تريد هي ولكن الواقع المفروض أن يكون كل التوجه لما يفيد المصلحة العامة الفلسطينية وعدم إيجاد صيغة للمصالحة وإيجاد حكومة تمثل جميع الأطيام السياسية الفلسطينية ليس من مصلحة الشعب الفلسطيني برأيه أستاذ ماء العثمان في هذا السجال الحاصل حاليا هذا القرار بإسقاط حكومة الوحدة الوطنية ولو كانت هذه الحكومة حكومة رمزية لأنه لم تكن في وحدة وطنية حكوميا لكن هل الخيارات هل الأجندة هي أجندة خارجية أم لها علاقة بمشتجدات قد تحدث مع العالم الخارجي وخصوصا مع إسرائيل حكومة الحمد لله كانت حكومة تكنقراط ولكنها كانت مشكلة بالتوافق مع حركة حماس التي اختارت أو أوصت بتعيين بعض الوزراء فيها وجاءت استقالتها نتيجة لفشلها في إتمام الغرض الذي أنشئت من أجله وهو إنهاء الانقسام الفلسطيني بالدرجة الأولى ورعاية الأشؤون المدنية عموما من تعليم وصحة إلى آخره في مبادرات وضع الاستقالة بيد الرئيس ذكر الحمد الله موضوع الحروب الثلاث على غزة وموضوع استمرار سياسة التهويد والاستيطان وعدم الخدرة على إنهاء الانقسام وضعف الموارد المالية الآن الفارق بين حكومة الحمد لله والحكومة المتصورة هو أنها وصفت الحكومة المقبلة بأنها حكومة سياسية وليست حكومة تكنقراط ومعنى ذلك أن الرئيس محمود عباس وحركة فتح تريد أن تكون الحكومة المقبلة حكومة قادرة على الدخول في مواجهة مع إسرائيل على الصعيد الداخلي الفلسطيني وعلى الصعيد العالمي في موضوع إنشاء الدولة وموضوع مواجهة صفقة القرن المطروحة هل هذا يحتاج إلى حكومة؟ الحكومة كما أشارت أستاذ ماهريا من حكومة تكنقراط لكن كل ما يتعلق بالمفاوضات أو ما يتعلق بالسياسة هو قرار للرئيس الفلسطيني المستوسي لن يغير شيء أن تأتي الحكومة من تكنقراط إلى سياسة هذا صحيح ولكن الرغبة التي جاءت من طرف حركة فتح وكان الأولى أن تأتي من اللجنة التنفيذية لمنظمة أهل الفلسطينية هو أن تضم الحكومة الجديدة كافة الفصائل الفلسطينية ولكن كما تفضلت أنت الفصائل العديدة رفضت المشاركة في الحكومة المقبلة ومعنى أن تضم الحكومة المقبلة فصائل منظمة التحرير هو استثناء حركة حماس وحركة الجهة الإسلامية كما ذكر أستاذ كامل طيب بروفيسور كامل في منطق أيضا أن هذه حكومة وحدة وطنية ولم نتوصل إلى هذه الوحدة الوطنية وانا استمعت إلى أحد القياديين الفتحويين يقولون يريدوننا شهود زور لا نعرف ماذا يجري في غزة ولا يريدون تسليم السلطة إلى هذه الحكومة وبالتالي أيضا هناك جانب آخر فتحاوي يقول إذا ما وافقت حماس الآن خلال الساعة الأخيرة على تسليم هذه الحكومة مقاريد الأمور في غزة فلن نضطر إلى تشكيل هذه الحكومة هل برأيك هذه فقط ورقة ضغط أم في شيء أكبر من ذلك يعني هناك بعض القول بأن حركة حماس قد تعيد اللجنة الإدارية أي أنها تعيد حكومتها حكومة غزة فهذا يعني أن إذا كانت النية ضغط على حركة حماس هي أيضا ستضغط مثلا عندما ألغى الرئيس المجلس التشريعي اجتمع المجلس التشريعي في غزة وسحبه على أساس الشرعية عنه هو فهذا يعني يضع السياسة الفلسطينية في فوضى أنا برأيي فوضى عارمة يعني أولا ما هو الشرعي طبعا الرئيس سيقول أنه هو شرعي والمجلس الوطني تمت إعادة صيغة لم تكن هناك انتخابات بصفة صحيحة وواضحة والمجلس المركزي أيضا فالنقطة هي أن إذا كانت النية الضغط على حركة حماس حركة حماس هي موجودة على الأرض في غزة وهي متحكمة في كل الأمور وإذا أعادت اللجنة الإدارية هي بالواقع تقول لا نحن من يحكم غزة وأنتم من يحكم الضفة وهذا يعني بالنسبة للشعب الفلسطيني أمر فعلا مدمر لأنه نتجه أنا قلت من فترة طويلة أن الواقع هناك انفصال بين غزة والضفة ولا أريد ذلك ولكن العمل الآن هو على إعادة أن يكون على الأقل خلاف أما بالوقت الحاضر هناك انفصال وطبعا الأمريكيون بالذات والإسرائيليون ولكن الأمريكيون يعني يحاولون صياغة ما يسمى بصفقة القرن ونحن نعرف أنها سراب ولكن في الواقع إذا قالوا مع من نتعامل فهذا السؤال صحيح يعني من يمثل الفلسطينيين في تفاوض طبعا الرئيس سيقون اللجنة التنفيذية لأن المنظمة هي الممثل الشرعي والوحيد ولكن إذا لم يكن هناك تمثيل لكل الآراء الفلسطينية وبالذات حركة كبيرة مثل حركة حماس كيف تستطيع أن تفاوض وتلتزم إذا تمت مفاوضات وإذا تم اتفاقية بالتنفيذ طيب أستاذ ماهر في هذا الشأن هو طبعا جدل لكن غزة هي غزة قطع غزة هو قطع غزة في الآونة الأخيرة سمعنا عن مفاوضات تجري برعاية مصرية لاتفاق بين غزة وإسرائيل اتفاق طويل الأمد بعيدا وكان هناك تحفظ من قيادة السلطة بمعنى أو بآخر أن هذا الكيان في غزة وهذا الكيان في رمالة أو في الضفة الغربية يعيشان بشكل منفصل يفكران بشكل منفصل ومختلف ألم ما فعلته حاليا السلطة هو تحويل ما هو نظري إلى ما هو عملي الاعتراف بالأمر الواقع الحقيقي لا أعتقد ذلك أعتقد أن سعي السلطة بالدرجة الأولى هو إلى إنهاء الانقسام ولكن من وجهة نظر مصر أعتقد أنها أرادت تهدئة الأوضاع في غزة خصوصا بعد مظاهرات المطالبة بحق العودة والتوجه نحو الحدود وعدد الكبير من الضحايا الذين سقطوا من جراء ذلك وأيضا ربما لتخفيف الضغط عن قطاع غزة والتشاور مع حماس بشأن إنهاء الانقسام وأيضا لضمان مشاركة حماس فعليا في تهدئة الحدود ما بين قطاع غزة يعني ونجحت في ذلك نعم ونجحت في ذلك نجحت في ذلك فعلا لكن هناك أبعاد أخرى لموضوع غزة وهو اللغط الأمريكي عن تقديم مساعدات لغزة ومحاولة النهوض باقتصادها وأعادة إعمارها وهذا أشتم منه رائحة تعميق للانقسام الجغرافي والسياسي الفلسطيني أكثر منه محاولة لرعاة الشؤون الإنسانية في قطاع غزة بهذا الشأن هل عندما يقوم الرئيس أبو مازم بالقول هناك حكومة فصائلية تابعة لمنظمة التحرير وبالتالي العودة إلى الممثل الشرعي والوحيد منظمة التحرير وبالتالي أيضا سحب أي شرعية من حركة حماس ومن قطاع غزة أمام هذه الصفقة المشبوهة التي لا نعرف تفاصيلها حتى الآن هذا الأمر يتعلق بمدى نجاح الفلسطينيين في إنهاء القسام في أسرع وقت ممكن حتى الآن فشلت المحاولات وإن كانوا اقتربوا أثناء فترة حكومة الحمض الله من تحقيق ذلك ووقفوا عند بند مهم وهو بند السلاح في قطاع غزة وبأي يد يكون السلطة طالبت بأن يكون السلاح وطني عام متى يستخدم ومتى يترك جانبا ولكن حماس في هذه النقطة طبعا لم توافق عليها اتفقوا على مختلف الشؤون على مراقبة الحدود عند معبر رفح وعلى شؤون أخرى كثيرة ولكن اختلفوا على ذلك كما اختلفوا أيضا على الموضوع المالي وعلى موضوع المرتبات للموظفين الذين وظفتهم حركة حماس بإسمها ولم يكونوا تابعين للسلطة المركزية في رمالله بروفوسور في كلام المصالحة هناك مصر هي الدولة الرعية عندما تقرر رمالله إسقاط حكومة الوحدة الوطنية أولا هل برأيك أعرف إذا عندك معلومات هل برأيك هذا تم دون استشارة القاهرة لأن هذا يهدد تماما كل مفاوضات المصالحة بين فتح وحماس ثانيا هل هذا سيوتر العلاقة ما بين السلطة ومصر وهل بإمكان هل تملك السلطة الفلسطينية ترف أن تقرر بتشكيل حكومة وإسقاط حكومة دون أن يكون هناك رعاية إقليمية أو دولية لقرار من هذا النوع ليست عندي معلومات بالذات عن مصر ولكن نسمع في الواقع هذا غريب أنه بعد قرار الرئيس أو استقالة حكومة الحمد لله لم أنا أسمع شخصيا تصريحات من مصر لكن طبعا المهم بالموضوع هو أي شيء يكرس الانقسام ويتوجه إلى الانفصال كما قلت هذا شيء لا تريده مصر لأن ساعتها تقول إسرائيل هذا من الواضح أن ليس هناك من يحكم غزة إذن غزة تذهب إلى مصر وتنتجه بعدها إلى الضفة وتقول الأفضل أن تكون مع الأردن فهذا يعني إن كان الأردن أو مصر أتوقع أنهم لن يكونوا مساندين لحكومة تعمق الانقسام وتؤدي إلى الانفصال ليس من مصلحة أحد وأيضا لم نسمع مثلا من الأردن عن تصريحات بالنسبة لهذا الموضوع مصر ربما هي تحاول الآن إن لم تكن بعلم أن ترى التداعيات أهم شيء أعتقد في البداية عن مصر هو التهدئة على السياج ولا أسميه حدود بين إسرائيل وغزة لأن هذا ما حاولت الوصول له خلال الأربعة أسبوع من نهاية هي بالذات التهدئة يعني يريدون أن الوضع يكون هادئ على إن كان على السياج مع إسرائيل أو على الحدود مع مصر وطالما هذا موجود يعني الجميع يتنفس الصعداء ويقول أن ننظر في المواضيع الأخرى بعد ذلك ولكن نسمع ما زلنا أن الوضع الإنساني مأساوي في غزة المستشفيات بدون وقود وأثير طبعا موضوع الدعم أو المنحة القطرية كما سميت التي كان من المفروض أن تدخل إلى غزة ولكن حماس رفضتها لأنها شعروا بأن هناك قيود عليها يعني عدم توفر الرواتب يؤثر على الاقتصاد على نظرة وأمل من يعيش من الفلسطينيين في غزة إلى مستقبل أفضل ويبدو أن هناك ربط بين الوضع الذي يعيشه الشعب من اضطهاد وقوة المظاهرات بالذات على السياج وعلى حسب ما أعلم أن الجمعة القادمة سيكون التركيز على موضوع الأسرة وكان هناك تصعيد ضد الأسرة فكل المواضيع هذه يعني هناك مواضيع مختلطة كثيرة ولكن أعتقد أن من مصلحة مصر ومن مصلحة الأردن أن تكون هناك حكومة واحدة في فلسطين وبما أن إسرائيل وأمريكا لن ترضى بأن تكون حماس طرفا بها الأفضل أن يكون هناك يعني كما قاد الحمد لله الحكومة السابقة ليكون هناك حكومة توافق يقودها شخص آخر لماذا نذهب إلى موضوع السياسي لأنك أنت تعلم أن ما يعنيه التوجه إلى حكومة سياسية هو أن تستثنى حماس والجهاد الإسلامي من الموضوع في القسم الثاني سنحاول أن نفهم إذا كان هذا الإجراء هو إجراء له علاقة باستفزاز معين ضد عواصم خارجية وهل هذا ممكن أن يتداع على قرار السلطة بتشكيل هذه الحكومة طبعا أحد الأسئلة من هو الشخصية المرشحة لرئاسة حكومة السياسة في فلسطين فلسطين لماذا أسقطت حكومة الوحدة عنوان نقاشنا هذا المساء في أبعاد أستاذ ماهر عثمان هناك كلام صدر عن حركة فتح وعن بعض الوجوه في حركة فتح أن أولا هناك تشاور بدأ تشاور تشكيل الحكومة لكن أيضا هناك أعتقد دكتور حنى ناصر هو رئيس هيئة الانتخابات يجري مشاورات أخرى في الضفة وفي غزة لانتخابات سواء كانت تشريعية ورئاسية هل تنهى هذا تكامل أو تناقض الانتخابات التي يجري الحديث عنها هي انتخابات تشريعية لم يذكر موضوع انتخابات رئاسية وكون الرئيس محمود عباس قد تشاور مع الدكتور حنى ناصر في موضوع إجراء الانتخابات يعني أن هناك توجها جديا من جانب الرئيس في هذا الاتجاه إجراء الانتخابات والدكتور حنى ناصر سيتوجه إلى قطاع غزة للتشاور مع حماس ومحركة الجهة الإسلامية والقوى السياسية الأخرى في قطاع غزة لهذا الغرض حماس من جانبها أعلنت أيضا أنها مستعدة لإعطاء رد إيجابي على اقتراح إجراء الانتخابات ولكن حسب ما هي الشروط التي ستجرى بموجبها الانتخابات أعتقد أن موضوع الانتخابات شائك جدا بمعنى أن إسرائيل لن تسمح بإجرائها في القدس المحتلة وقد تضع عقبات في الطريق هذا سيعطي مبرر للفلسطينيين بأن لا يجرم انتخابات بدون القدس بالضبط علما أن الفلسطينيين يقولون لا بد من أن تجرى الانتخابات أيضا في القدس مثل ما أجريت سنة 2006 وهي الانتخابات أنا ذهبت وطلعت عليها في حين هل تثق يعني هل برأيك فتح وحماس يريدان هذه الانتخابات؟ هل هي مصلحة للفلسطينيين؟ هي مصلحة للشعب الفلسطينيين يقول بمعنى أن المجلس التشريعي السابق مضى عليه زمن طويل من 2006 واحد وأيضا في ضر الإنقسام أصبح محلولا وبالتالي لابد من إعادة هذه المؤسسة المهمة جدا في الحياة الفلسطينية ولكن هناك صعوبات كثيرة من أبرزها في رأيي حتى لو أجريت الانتخابات حسب ما يريد الفلسطينيون في كل المناطق بما فيها القدس المحتلة وأفرزت هذه الانتخابات نتائج لا تعجب أي من الطرفين فتح أو حماس نعم سنعود إلى ذلك سنعود إلى المربع الأول طيب بروفوسر أريد كان دقيق الأستاذ مارو عثمان بالقول أنه في حديث عن انتخابات تشرعية وليس انتخابات رئاسية لكن أيضا في تفسير آخر لهذا القرار الفتحاوي بإنشاء حكومة جديدة هي تحضير القيادة الفلسطينية ما بعد الرئيس عباس بمعنى أو بآخر أنه في حال الرئيس عباس غاب عن السلطة لأي سبب من السلطة هناك من يجب أن يتحضر لهذا وهم يعتبرون أن رئيس الحكومة المقبل هو الأكثر قربا من منصب رئاس السلطة على الأقل يعني رئيس الحكومة محمول عباس أيام الرئيس عرفات هو الذي أصبح رئيس السلطة بعد غيام الرئيس عرفات هل هناك أجواء بهذا الإطار ولكن أعتقد بالنسبة للقانون الأساسي هو رئيس المجلس التشريعي الذي يحل مكانه لفترة ثلاث أشهر أعتقد هذا الإجراء القانوني لكن الإجراء المعنوي ولكن الآن ما في مجلس تشريعي أصلا حتى لا يوجد رئيس مجلس تشريعي وبالتالي هذا سبب آخر وهذا قد يكون سببا آخر لذلك ولكن الشخصية أولا للرئيس الآن في فتح نائب الأستاذ العلول صحيح فموجود شخص هذا لا يعني بالضرورة أن نائبه في فتح قد يكون مكانه وأيضا إضافة إلى قد يكون هناك إجماع حول هذا الشخص كنائب لرئيس حركات فتح لكن الإجماع عليه كرئيس السلطة لا نعلم عنه فأعتقد أن قد يكون ذلك هو أنه يريد أن يجد من قد يكون خليفة ولكن لا أعتقد بتفكير الرئيس محمود عباس هو يفكر بالخليفة لم أسمع مرة أن هذا موضوع يعني يشغله أو يهونه يعني بروفوسور ما زلت مصر أن الرئيس عباس هو أملى هذا القرار وليست لجنة مركزية التي لا نقول فرضت لكنها ضغطت باتجاه هذا القرار يعني لازلت لا أعلم لماذا هي تضغط إلا لاستثناء حماس مثلا من الوضوع هذا التفسير الرسمي التبرير الرسمي نعم نعم نحاول أن نفتش ما خلق هذا التبرير أنا ما شاهدناه خلال العام الماضي من تغيرات الواضح أن الرئيس عباس كان هو من يقرر ما يخصن مثلا عندما دعا إلى المجلس الوطني وبعدها المجلس المركزي أصر على أن يكونوا في رام الله يعني وضع الفصائل التي لا تستطيع القدوم في وضع مستحيل أي لم يستطيعوا القدوم وتم تعديل على المجلس بدل أن يستعملوا الفرصة وقتها لانتخابات واضحة لأعضاء المجلس الوطني تمثل الداخل والخارج ومن بعدها مجلس مركزي أيضا يمثل كل الطياف وأيضا يمثل الداخل والخارج يعني تم خلال جلسة هذه الأسماء موجودة نعم والموضوع تم لمه ولكن أيضا الخطورة هو أن المجلس الوطني حتى بعد تعديله ليس له سلطة مساءلة لأن كل صلاحياته أعطيت للمجلس المركزي فأعتقد أن ما نسمعه يعني أنا لست داخل السلطة ولكن ما أسمعه أن الرئيس عباس هو من يقرر الخط الذي يمشو به طبعا لديه مستشارين ومستشاروه عموما من نفس الطيف ونفس التفكير فلا أعتقد لا أستبعد أبدا أن يكون القرار أصلا أتى من مكتبه أزمهر ما رأيك؟ أود أن أعلق على نطرة في موضوع الرئاسة ومن يرث الرئاسة العمار بيد الله طبعا عادة إذا لم يكن هناك مجلس تشريعي له رئيس الشخص الذي يأتي هو أمين سر اللجنة التنفيذية من منظمة تحرير الفلسانية صائب عرقات نعم وصائب أطال الله عمره طبعا مريض حاليا صحيح يعني المشهد السياسي الفلسطيني بحاجة إلى تعزيز كل المؤسسات السياسية في البلاد وهذا غير يعني أريد بس أن أتأكد من هذه المعلومة بالقانون من يخلف الرئيس المتغيب هو أمين سر اللجنة التنفيذية هذا في غياب وجود مجلس تشريعي له رئيس تتحدث عن رئيس السلطة أم رئيس منظمة التحرير حتى نكون دقيقين في هذا النساء نعم يعني عندما توفي الرئيس ياسر عرفات جاء الرئيس محمود عبد الباس بصفته أمين سر اللجنة التنفيذية من منظمة تحرير الفلسانية وبالتالي يعني في غياب مجلس تشريعي يكون الشخص الأول المرشح لخلافة الرئيس هو أمين سر اللجنة التنفيذية من منظمة تحرير الفلسانية طيب بهذا المعنى خلافة الرئيس تستحق أن يكون طبعا هناك أمين سر اللجنة التنفيذية لكن أيضا تستحق أن يكون الرئيس الحكومة في السلطة شخصية سياسية من اللجنة المركزية لحركة فتح هناك منطق في الموضوع أن يكون فتحاوي لخلافة فتحاوي إذا افترضنا أن هذا أحد الجوانب التي تناقش يعني عندما توفي الرئيس ياسر عرفات حل مكانه دستوريا رئيس المجلس التشريعي مؤقتا لفترة بسيطة إلى أن أجريت الانتخابات الفلسطينية وجاء الرئيس محمود عباس حاليا لا مجلس التشريع حاليا لا وجد مجلس التشريعي وبالتالي ليس هناك نائب للرئيس ويكون المطروح هو أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة تحرير الفلسطينية طيب بروفوسور كامل حواش في هذا الإطار أيضا وكأنني بدأت أشتبه أن قرار حل المجلس التشريعي كان وراءه قرار حل الحكومة وبالتالي الذهاب إلى هذه الحكومة السياسية وأيضا قرار الفصائل بعدم المشاركة لا أعرف إذا كان قرار نهائي أو قرار دلعن أو عن ما بانتظار مفاوضات أخرى أو أيضا لا أعرف إذا كان هذا القرار مهم قد تكون فتح ذاهبة وأنا حتى سمعت هذا الكلام أنه نحن ذاهبون إذا هذه الحكومة بكم أو بدونكم يعني يمكن أن يكون الرئيس يعلم ويثق بأن الفصائل خارج مضم التحرير لن تشارك لأن العام الماضي هذا ما حصل كل مبادراته إذا أردنا أن نسميها مبادرات باسم المجلس الوطني والمركزي رفضوا المشاركة جزء منها كان يتعلق بمكان الذي سيتم انعقاد المجالس فيه ولكن خلافات سياسية ما زالت موجودة فهل هناك تسلسل الأمور لست واثق من ذلك ولكن قد يبدأ أن يفسر لو لم يستطع الرئيس لأي سبب أن يستمر بعمله قبل أن يحل المجلس التشريعي كان سيحل مكانه من؟ رئيس المجلس التشريع إذا أردت أن تفسر لنا أو تحاول أن تفسر لنا بشكل علمي مجموعة من الإجراءات التي اتخذت منذ مؤتمر فتح بعد ذلك المجلس الوطني بعد ذلك مصرية المجلس المركزي بعد ذلك اتخاذ قرارات حتى بقطع العلاقة الأمني مع إسرائيل وصولا إلى المجلس التشريعي الحكومي هل هناك خارطة طريق بالإمكان فهمة علميا يعني هي بالنسبة للرئيس محمود عباس هي الشرعية هذا ما كان يتكلم عنه العام الماضي أنه هو الرئيس الشرعي المجلس الوطني كانت الناس تقول لم قد توفي أو غاب عنه العديد فأعاد إحياه ليكون شرعيا ثم المجلس المركزي أصبح شرعي يعني هي أعتقد أن الخطوات المشى بها أن يقول أولا للعالم ونظمة التحرير هي الممثل الشرعي ثم المجلس الوطني هو شرعي المجلس المركزي شرعي والآن أتى على المجلس التشريعي يعني من سنوات لم انتهت فترة عمله وأصبح لم يقول هذه الكلمة ولكنه غير شرعي فألغاه فماذا بقية بقيت الحكومة الحكومة نعم يعني هناك استياء داخل فلسطين من أداء الحكومة ولكن لا نحملها أكثر من ما تتحمل يعني الوضع تحت الاحتلال صعب تماما وهم من يعني أتوا وحاولوا أن يفعلوا ما يفعلوا أعتقد أن المهم أيضا أن يتم الفصل كليا برأيي بين مفاوضات والتعامل مع إسرائيل وبينما تقوم به السلطة داخليا يعني فيتم تسيير الأمور وكان التعليم والصحة وغيرها ولكن يربط ذلك وطبعا هذه الخدمات لست بحاجة إلى حكومة سياسية بالضب هذا قصد يعني أما حكومة سياسية أولا نحن بحاجة لأن يكون هناك استراتيجية فلسطينية إن كان فيها حكومة أو من غير حكومة نسأل الشارع الفلسطيني ونحن بالخارج نسأل ما هي الاستراتيجية الفلسطينية الآن بالذات مع مواجهة نقل السفارة ومواجهة مشاكل الأنروة الآن مدارس في القدس ستغلقها إسرائيل يعني هناك هذه سياسية هذه ليست فقط موضوع تعليم لأن هذا متعلق بتصفية القضية الفلسطينية ولكن واضحين هم ينظرون إلى اتفاقية استسلام هذا ما يريده نتنياهو وهذا ما يعمل له جيسون جرينبلات والسفير الأمريكي في إسرائيل يعني هذه هي الغمامة التي تسيطر على موضوع كله أن الإدارة الأمريكية تسير في موضوع تصفية القضية الفلسطينية كليا من المهم أن يكون هناك استراتيجية للتصدي لذلك لا توجد هذه الاستراتيجية ونشغل الناس بموضوع حكومة ومن سيكون رئيس الحكومة هذا ليس أهم شيء بالنسبة للفلسطينيين الواقع أن المفروض أن يكون التركيز على كيفية عرقلة توسع الاستيطان وغيره وكان هذا ممكن أن يحصل من خلال الحكومة السابقة مثلا لو قررت الحكومة تصعيد النضال الشعبي التوجه لكل المستوطنات وأن يكون هناك تعطيل لعمل المستوطنات وتنقل المستوطنين بكل بساطة من مكان لآخر هذا ممكن يحصل بدون سياسة أنت تطالب به كحكومة ويكون أول واحد أمامهم الرئيس أو رئيس الوزراء وكل الوزراء ولكن ما يحصل هو أن غزة تثور والناس يذهبون إلى السياج ويحتجون ويقتلون ولكن في الضفة هناك كبت على المظاهرات السياسية التي تطالب بالحقوق إلا ما حصل بالنسبة للموضوع التأمين الضمان الاجتماعي الذي سمح لهم أن يخرجوا أقول سمح لأنه يبدو أن كان هناك رغبة بأن يكون هناك إمكانية للشعب أن يتظاهر وطبعا الرئيس هو من قرر سحبه وهو يظهر الآن أنه استمع للشارع ولكن مطالب الشارع عديدة وكثيرة وأهمها الحصول على الحقوق الفلسطينية بالحرية والاستقلال وعودة اللاجئين وغيره وهي بوقت الحاضر يعني محيدا القسم الأخير سنناقش مسألتين المسألة الأولى من هي الشخصية التي بإمكانها أن تكلف بتشكيل الحكومة وأن يكون عليها إجماع فتحوي في هذا الشأن لكن أيضا تم الإشارة إلى غياب مواقف من عمان ومن القاهرة لكن أيضا وكأن هذا العالم يجمعه غير معني بهذا التفصيل الفلسطيني المحلي الداخلي بعد الفلسطيني أهلا بكم من جديدة بعد هذا المساء فلسطين لماذا أسقطت حكومة الوحدة الوطنية يجب ممكن أن يكون هناك عامل أساسي أيضا وهو موضوع الانتخابات الإسرائيلية في أبريل المقبل في نيسان المقبل وبالتالي كان هناك سؤال كبير أي أهمية لحكومة سياسية فلسطينية ونحن لا نعرف حتى الآن ماذا ستؤدي هذه الانتخابات لا أعرف إذا كان هذا السؤال مبرر أم لا هذا السؤال مبرر طبعا كما أسلفنا هناك فراغ مؤسسي فلسطيني في غياب وجود مجلس تشريعي حل ومضى عليه زمن طويل ولا بد من إفراز مجلس جديد عن طريق انتخابات ولكن في رأيي أن الانتخابات لا يمكن أن تتم بشكل سليم إلا بعد إنهاء الانقسام الفلسطيني القطوة الأولى يجب أن تكون إنهاء الانقسام الفلسطيني يتلو ذلك طبعا انتخابات والاتفاق على برنامج وطني يعني تشارك فيه وترضى به كل الفصائل الفلسطيني لكن هذا يبدو مستحيل يعني نحن تجارب الأسنوات الأخيرة مستحيلة بمبادرات من الرياض مبادرة القاهرة مبادرات عمان مبادرات كل الأطراف الخارجية بالإضافة إلى ما سمعناه من حركة حماس ومن حركة فتح عن الأخوة وعن الوحدة الوطنية وعن الاقتراب ومع ذلك كل ذلك سقط يعني كل ذلك سقط وبدأ كأنه سراب ولكن هذا هو الطموح الفلسطيني وهذا هو الذي يجب أن يتحقق قبل أن يستطيع الفلسطينيون مخاطبة العالم بصوت موحد ويطالبوا بملء الفن بمطالبهم على أساس أنهم متفقون على كل الشؤون يعني أنا أريد من يقول لي ما الفرق بين أن تتفق حركة حماس مع إسرائيل على تهدئة طويلة الأمد وبين أن تتولى السلطة الفلسطينية حماية الأمن الإسرائيلي هذا موضوع مطروح للنقاش ويجب أن يبد فيه على أساس برنامج وطني ينبثق بعد إنهاء الانقسام الفلسطيني وهذه ضرورة ملحة وأي تأخير فيها تلام عليه كل الأطراف السياسية الفلسطينية سؤال صريح بروفوسور كامل حواش بغض النظر عن خلاف حماس وفتح وهو خلاف أحزاب سياسية المزاج في الضفة الغربي والمزاج في الغزة أصبح أصبح مختلفا وينظرون بشكل إلى جهات متباعدة وكأنهم أيضا حتى المزاج الاجتماعي والسياسي الداخلي مزاج انقسامي بمعنى الضفة هي الضفة وغزة هي الضفة يكفي فقط تأمل المظاهرات التي خرجت في الضفة والمظاهرات التي خرجت في غزة أعتقد هذا جزء منه ولكن ما قد يكون أدى إلى تفاقم ما تفضلت به أن المزاج قد تغير هي الإجراءات التي تخذها الرئيس عباس بمعاقبة غزة يعني كانوا يعلمون طبعا تعودوا على أن إسرائيل تعاقب غزة إلى حد ما أن مصر عندما تغلق المعبر تعاقب غزة ولكن عندما قرر الرئيس نفسه أن يسحب أو يوقف المساعدات أو الرواتب التي تسحب إلى غزة وحتى قيل عن أن مبالغ للوقود للكهرباء قام هو بتجميدها أعتقد أن هذا أجهج عند الشعب لأنهم هم من يتضررون إن كان بإغلاق المعبر عندما سحب الرجال الأمن من المعبر أو من المعبر الرفح أو تقليص عدد ساعات الكهرباء التي يعني هي في الواقع عار على الجميع لكل العالم أن في القرن الواحد وعشرين والغاز الفلسطيني قريب عليه من البحر لا توجدون الكهرباء فأعتقد أن الإجراءات التي قام بها الرئيس عباس وهو من قام بها أدت إلى تأجيج هذا الشعور بأن غزة الآن مستهدفة من الضفة هو كان تقصد ممكن أن نقول أنه تقصد بخلق رأي عام متمرد على حماس وتحميل المسؤولية لحماس في هذا الشأن ولكنه لو نظر إلى أن على السنين الماضية حاولت إسرائيل تعمل نفس الشيء وفشلت يعني إسرائيل لماذا الحصار ولماذا هو لمعاقبة حماس ولمحاولة تركيعها والواقع يقول إن كان هذا صحيحا أو لا أنها فشلت فتأتي الرئيس عباس وحاول أن يعمل نفس الشيء ولكن إضافة لما تعمله إسرائيل هذا ما أعتقد أججل الشعور بأن الحكومة إذا أردنا أن نلوم الحكومة أو الرئيس نفسه هم الآن يعاقبوننا كيف تقيم قرار فتح في هذا الشأن قبل أسابيع وأشهر على الانتخابات الإسرائيلية هل هو توقيت موفق أو توقيت مرتجل؟ بالنسبة للحكومة نعم نعم يعني أولا سنشهد خلال الأشهر القادمة ثلاث شهرين تقريبا على الانتخابات إسرائيل سوف تستخدم البطش بالفلسطينيين كسلاح سياسي يعني بدأنا نسمع ذلك ونرى جانتس يقول أنه أصدر شريطا يعني لتذكير الإسرائيل بما فعله هو عندما كان مسؤولا عن الجيش البطش والقتل وغيره قتل ألفين فلسطيني أو غيره هذا أولا وأيضا التصعيد داخل الضفة بإطلاق يد المستوطنين لعيث الفساد والقتل وغيره هذا أيضا من ضمن يعني كل هذه الأمور ستحصل طبعا إذا كان هناك إنهاء فعلا ونحن نعلم للتنسيق الأمني ليس بسبب قرار تطبيق قرار المجلس المركزي والوطني بل لأن الأمريكيين سيوقفون تمويل الآلة الأمنية طلبنا السلطة بداية هذا التفصيل أيضا عفوا السلطة التي طلبت وقف المساعدات من أمريكا أو قرار بالكونغرس أعتقد كان قبل قوات الأمن نعم هو من داخل يعني أمريكا أرادت أن توقف وطبعا من طالب بعد ذلك هي إسرائيل التي تقول لا 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 نحن نحن إلا الأمن والواقع المفروض أن الأمن بما أن نتكلم عن أن يك وتصعيد الهجمة المسعورة من المستوطنين على الفلسطينيين بما أن أسلو إسرائيل لا تكترث بأسلو فالقوات الأمنية الفلسطينية يجب أن تبدأ بالدفاع عن الفلسطينيين على الأقل داخل قرائهم يعني ما أحد طالب منهم أن يواجهوا الإسرائيليين كجيش ولكن داخل القرى يدخل المستوطنون ويعيثون فسادا وقد نبدأ أن نرى تصاعد في عدد من يقتل بعدما استشهد رجل فلسطيني من حوالي أسبوع فأعتقد إذا عدنا لموضوع الحكومة أصبحت الخيوط صعبة الربط يعني هل هو الضغط فقط من داخل من الرئيس أراد التغييرات هذه أو هل هو بضغط وترقب لصفقة القرن والانتخابات الإسرائيلية القادمة وطبعا الغياب العربي الكامل الشيء الوحيد الذي سمعناه خلال الشهر الماضي هو المنحة القطرية ولكن من ناحية دعم الفلسطينيين أو لم نرى الرئيس الفلسطيني مثلا كان ياسر عرفات يذهب ويستشير كل الرؤساء العرب والقيادين قبل أن يتخذ قرارات مثل هذه ولكن الرئيس عباس في المقاطعة جلس وقرر أتى إلى بيروت لم يذهب في القمة الأخيرة بالضبط أستاذ مهر عثمان أنا عارف أنه لديك أصحاب معلومات الكلام حاليا عن من هو الشخصية المرشحة ليكون مكلفا بتشكيل الحكومة بعض التحليلات تقول أن المنافسة كبيرة وأنه لن يكون هناك إمكانية لإجماع حول شخصية معينة وهذا ما سيؤدي إلى تقويد هذا المشروع وما سيؤدي إلى أن يذهب الرئيس محمود عباس إلى تعيين شخصية قريبة منه أو أن يعيد حمود الله رامي الحمود الله من جديد أو تفعيل هذه الحكومة من جديد ما هي الأجواء التي تمتلكها؟ يعني كائلا من كان رئيس الحكومة المقبل أعتقد أنه سيواجه طبعا صعوبات كبيرة لأنه التحديات ضخمة ولكن يكاد يكون الإسم الوحيد الذي سمعت به وهذا مجرد يعني ليس هناك شيء مؤكد هو دكتور محمد اشتية وهو شخصية سياسية فتحاوية معروفة هو خبير اقتصادي وخبير في التنمية وسمعته طيبة في الأوساط لكن الموضوع ليس الشخصية موضوع هل هناك إجمال حتى عندما تقرأ عن هذا الاحتمال ترى أنه ليس هناك إجمال هناك من سيعارض أو من سيحتاج على هذه المسألة ليس هناك حتى الآن ليس فخ نصبته حركة فتحي نفسها في هذا الشأن أولا في رفض الفصائل وقد يكون هناك انشقاق داخلي أيضا لا نقول انشقاق لكن انقسام حول هذه المسألة الشيء الوحيد الذي يكاد يكون متفقا عليه هو أن يكون رئيس الحكومة هذه المرة من حركة فتح لأن حركة فتح تاريخيا أو أثناء عهود الحكومات السابقة كانت غير راضية عن مثلا وجود رئيس حكومة من خارجها كسلام فياض مثلا أو كرامي وحتى رامي الحمد لله وبالتالي أعتقد أن التوجه هذه المرة سيكون نحو شخصية من حركة فتح لأنها ترى أن أي رئيس من خارج حركة فتح إذا فشل ستحمل هي الفشل يعني مسؤولية الفشل وبالتالي هذه المرة لذلك أقول أن من يأتي سيواجه صعوبات حتى لو كان من حركة فتح نفسها يعني التحديات الضخمة الموجودة ستعود يعني بعواقب غير حميدة بالنسبة إلى من يتولى هذا المنصب في هذا الوقت الصعب ولكن إذا كانت هناك اتفاقات على هذه الشخصية واتفاقات تشمل كافة الفصائل الفلسطينية فهذا يعني سيشد من أزر رئيس الحكومة المقبل طيب البروفيسور كامل حواش فيه موضوع العلاقة مع الخارج حتى الآن حتى سيمكن خلال الساعة الأخيرة نسمع ردود فعل من العواصم المعنية بهذا الشأن العواصم الدولية لكن لدينا شعور أنه كأنه هناك جلب داخلي بيتي لا أحد معني بهذا الموضوع وخصوصا العرب إلا إذا كان العرب متحفظين وخصوصا أن تحدث عن الأردن ومصر هل أيضا بعد هذه القطيعة المعلنة ما بين واشنطن ورام الله بإمكان الحكومة السياسية برئاسة رجل سياسي أن يعيد ترتيب علاقة منظمة التحرير مع العالم بما فيها معلولات المتحدة يعني أولا رجل أو سيدة رجل أو سيدة لا نستثني نعم نعم أعتقد ما لم نطرحه عندما سألتنا عن موضوع الانتخابات الإسرائيلية هو أن ماذا قد تريد إسرائيل طبعا هذا شأن فلسطيني اختيار رئيس وزراء ولكنهم دائما يريدون شخصا من خلفية أمنية فأعتقد أن الطرح مع أنه الطرح عن الدكتور محمد اشتي لا أستبعد أن يكون فرج الله أعتذر نسيت اسمه وهو المسؤول الأمني أن يكون أن يكون نظرة إسرائيل هي تريد رجل الأمن حتى موضوع المنح الأمريكية وغيرها لكن الأمن هو الهاجز الأكبر لإسرائيل فقد تضغط هي إذا لها دخل بالموضوع لأن يكون الشخص من هذه الخلفية ولكن أيضا إذا تكلمنا عن الخارج وكأنك تلمح أن قرار تعيين رئيس وزراء السلطة بيت يكون إسرائيلي فلنقل ضغوط يعني لا ننسى أن الأمريكان الآن خارج الموضوع ولكن إسرائيل قد تضغط ليس بطريقة مباشرة ولكن من داخل مثلا عن طريق آخرين يعني دول أخرى في الجوار مثلا أيضا ممكن أن تتجه بما أننا نتكلم عن الخارج يعني من الأسماء التي على مدى السنين الماضية لم تأخذ مكانها بالسياسة الفلسطينية بالقدر الذي لها تواجد واحترام بالخارج هي الدكتور أحلان عشراوي مثلا يعني أنا لست في مكان أملي أو أقترح ولكن إذا نظرنا إلى عندك مثلا تكلمت عن دكتور أشتية ناحية اقتصادية وسياسية وشارك في المفاوضات لفترة أشهر إذا تكلمنا عن ناحية الأمنية هناك شخص آخر إذا تكلمنا على الخطاب للخارج وبالذات خطاب للولايات المتحدة ومع غياب قد يكون هذا أيضا نقطة تثار بالنسبة للشخصية بروفوسر يعني أنت أول شخص حساته طرح اسم الدكتور أحلان عشراوي لم أقرأ هذا الموضوع لا أعرف لا 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 أقرأه أنا أتكلم عن يعني أنا أعتقد خلال لا لا طبعا أنا شخصية محترمة نعم نعم لكن لا أعرف إذا كان هناك إجماع في هذا الوقت بالذات على أن تستلم هذا المنصب وخصوصا أنه نحن لا نعرف بدقة فعلا مقاصد القرار بهذا الشأن نعم فإذا أردت شخصا سياسيا فتحاويا قد تكون هي ليست الاسم الأول الذي يعني يأتي للذهن ولكن أنا أتكلم بالنسبة للوضع هو أن الآن القضية الفلسطينية تغيب كليا فإذا يعني ما يحدث في الداخل مهم ولن القسام مشكلة ولكن إذا أراد القيادة الفلسطينية أن تحاول أن تعيد القضية الفلسطينية للصدارة في الخارج أعتقد أنه من المهم أن يكون رئيس الحكومة بما أنها ليست السلطة فقط في الداخل بل هي تتكلم للخارج من يستطيع الخطاب إن كان مع العرب أو مع الأوروبيين والأمريكان أيضا فهذا السبب الذي أتساءل لماذا لم تعطى هذه السيدة مثلا مكانك رئيسة وزراء ولا حتى وزيرة خارجية في الماضي لأن في أمريكا هناك لها احترام كبير بالنسبة للإيصال الرأي الفلسطيني ولكن أعود وأقول أنا أعتقد أن النجماعة سيكون على شخص من الصميم الفتحاوي هذا ما أشعره فيما تعلق بالأسماء والشخصيات التي يمكن أن تعطي نتائج ممتازة على الصعيد الخارجي في مخاطبة وحاليا يعني كل عضاء لجنة المركزية خارج نطاق الكل يعني يتحضر أو الكل المحللين يعتبرون مرشح ضعيف أو قوي أود أن أقول أن الدكتور كامل تحفظ على كونه مؤهلا لطرح أسماء لشخصيات قد تكون ناجحة على المستوى الدولي في إدارة الشأن السياسي ومخاطبة الغرب خصوصا في الموضوع الفلسطيني هناك أسماء أخرى في رأيي وكثيرة ولكن بعضها أبرز من بعض وبعضها أنجح من بعض أنا يخطف في بالي أيضا في الذهن الدكتور مصطفى البرغوثي الذي له نجاحات يشهد لها لكننا نتحدث عن شخصية فتحوية نفكر الآن إذا كانت هذه الحكومة توصف بأنها حكومة سياسية وهكذا وصفت الحكومة المقبلة فمعنى ذلك أنها يجب أن تكون بخيادة شخصية سياسية مرموقة قادرة على مخاطبة الغرب والعالم بعقلانية وبفهم وباستيعاب للتاريخ الكفاح الفلسطيني والحقوق الفلسطيني لن نذهب أكثر من ذلك في طرح الأسماء الوقت تداركنا سنترك للأقلام خلال الساعات والأيام بلا أن تفسح إذا كان هناك شخصية مجمع عليها أو أن الأمر سيعود الرئيس عباس في تحديد الشخصية المناسبة فلسطيني ماذا أسقطت حكومة الوحدة كان موضوع أبعاد لهذا المساء مع البروفيسور كامل الحواش والأستاذ ماهر عثمان شكرا لانتباه إلى اللقاء اشتركوا في القناة